انتقادات لاذعة تطال الفنانة ليلة عبدالله بعد مشهد أدت خلال مسلسل رمضاني لا يزال المسلسل الكويتي من شارع الهرم إلى مستمرا في إثارة الجدل اذ غزت السوشيل ميديا مطالبات بإيقافه بعد انتقادات طالت بسبب بعض المشاهد لكن هذا النقد تحول إلى غضب بعد مشهد تم عرضه في الحلقة السابقة بدأت خلاله النجمة اللبنانية ليلة عبدالله بمظهر انتبره رواد منصات التواصل شبه عاريا مما أدى إلى حثفه من منصة شاهد ظهرت لبناء وهي الشخصية التي تمثلها ليلة عبدالله أثناء خلعها ملابسها بهدف صعودها على الميزان لقراءة وزنها رغم أنها لم تبدي من جسدها سوى قدميها إلا أن الجمهور انتبر الأمر غير لائقا خصوصا خلال شهر رمضان جدل كبير أثارته هذه الضجة حول المشهد اذ تباينت الآراء ففي مواجهة المنتقدين غرد البعض معطردا على الاعتراض إذ اعتبروه طبيعي جدا فالغاية هي تجسيد مرض اضطراب الأكل والأولى هو التركيز على القصة وبين الانتقادات اللافتة جاء انتقاد ميل عيدان إذ مدحت هود حسين وانتقدت ليلة عبدالله بالقول رايح حفلة لواء الكفوري كان المسلسل قد تعرض في الأيام السابقة لانتقادات لاذعة بسبب مشهد ظهر خلاله زهير الذي يجسد دور زوج لبنة أثناء معاتبته إياها لعدم ارتدائها البكيني بعد أن أجر لها عمليات شد ونحت لجسدها وفيما اعتبر البعض أن المشهد غير لائق بعادات وتقاليد المجتمع العربي أعتقد البعض الآخر أنه نعكاس للواقع الذي نعيشه اليوم موسيقى اشتركوا في القناة